منذ بداية الثورة الصناعية باتت تقدم التكنولوجي محفزاً رئيسياً في التنافس بين الدول التطورات التكنولوجية تحتاج بدورها إلى الطاقة وباتت مؤسسات صناعية متعددة في مختلف دول العالم تعتمد على توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية كذلك تستخدم الطاقة الشمسية في المنازل وأصبح الطلب عليها مرتفعاً في الأوينة الأخيرة في عدد من الدول العربية أبرزها الأردن وسوريا ولبنان كلنا عم نعيني هذه الأيام من إطاع الكهرباء الدي من التقنين الإيسي مش بس من كهرباء لبنان من المولدات منشان هيك العالم كلنا عم تفتش على مصادر للطاقة البديلة من أهم هيدا المصادر هي الطاقة الشمسية ولبنان عنده ميز مهمة بهيدا المجل إذا عندك مساحة مفتوحة تقدر تركب فيها الواح الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية تسمح لك تشغل بيتك خلال النهار بالإضافة أن تشرج بالطريقة تستعملهم خلال الليل إيجابيات الطاقة الشمسية أنها متجددة وتحافظ على بيئة نظيفة وتحمي الموارد غير المتجددة كالمحروقات إضافة إلى أن تكلفة صيانتها غير مرتفعة أما أبرز سلبياتها فهي أن فعاليتها تتأثر بالتقلبات المناخية تختلف القدرة الاستيعابية للطاقة الشمسية بحسب عدد الألواح المستخدمة لا شك أن الطاقة الشمسية قد تكون حلاً أساسياً خصوصاً للبلدان المستوردة للمحروقات ولبنان نموذج واضح فلو اعتمد الطاقة الشمسية لما كان اليوم غارقاً في العتمة نتيجة نفاذ مادة المزوت فهل يعتمد لبنان وبلدان عربية أخرى على الطاقة الشمسية في المستقبل القريب؟ ترجمة نانسي قنقر